اشتركوا في القناة وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم جزهي عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم لبيك اللهم لبيك وفي هذه الحلقة المباركة سنتكلم باختصار شديد عن أعمال العمرة والحج إذا نوى المسلم أن يحج فكيف يحج؟ كيف يؤدي المناسك؟ قلنا إن الحج له ثلاث صور الإفراد التمتع القران وأفضلها التمتع وهو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج وقد نوى أن يحج إحنا إن شاء الله نحج حج التمتع رحلتك إزاي يا عم الحج؟ رحلتي يا ابني القاهرة المدينة مكة خلاص ودع الأهل في القاهرة رد المظالم تعلم مناسك الحج جيدا طب إلى الله قبل أن تخرج حاجا إلى بيت الله عز وجل ثم انطلق على بركة الله طركت للأهل ما يكفيهم من مال أخذت معك ما يكفيك وفوق كل زاد تأخذه معك زاد التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كيف أخذ معي زاد التقوى؟ أجتهد في العبادات قبل الخروج للحج ما بين صيام وقيام وتلاوة قرآن واستغفار ونحو هذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أجتهد في الطاعة أتوب إلى الله أرد المظالم أودع الأهل ثم أنطلق على بركة الله من القاهرة إلى المدينة أمكث في المدينة أياما أحرص على صلاة كل الصلوات في المسجد النبوي أحرص على صلوات في الروض الشريف المباركة عليك بزيارة شهداء أحد عليك بزيارة البقيع عليك بصلاة ولو نافلة في مسجد قباء إذ أن أجرها بعمرة واعرف أين أنت أنت في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة مقدسة في أرض حرام فقدس ما قدس الله ولا تتلوث بالمعاصي في مدينة رسول الله ولا تؤذي مسلما ولا طائرا ولا تعضت شجرا أنبته الله من غير عمل الإنسان في مدينة رسول الله وإذا وجدت لقطة فعرفها وإياك أن تأخذها فلقطة الحرمين تعرف أبدا طيب بعدين هنطلع بأن شاء الله من المدينة بكرة إلى مكة لأداء الحج يبقى في فندق المدينة تغتسل جيدا تأتي بسنن الفطرة لو احتجت إلى ذلك تطيب البدن بغزارة والكلام هنا للرجل ثم تلبس ثوبا يشبه الكفن رداء يستر الجزء العلوي وإزار يستر الجزء السفلي ولو ركعت بعد الإحرام ركعتين سنة الوضوء وليس للإحرام ركعتين سنة سنة وضوء ركعتين توبة فلا بأس ثم انطلق مع الركب إلى ميقات أهل المدينة ولمن جاء عليه من غير أهل المدينة وميقات أهل المدينة أبيار علي ذو الحليفة هناك انزل صلي في المسجد لو حضرتك فريضة أو صلي تحية مسجد لو شئت ثم اركب الدابة الأوتوبيس وقبل أن يتحرك من أبيار علي أهل بالنسك حتى تدخل في الإحرام انت هتحج متمتع خد بالك إذا هتقول لبيك اللهم عمرا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم محلي حيث حبستني اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولو هتحج عن غيرك لبيك اللهم عمرا عن فلان وتسميه وتلبي وتضمر بعد العمرة أنك ستأتي بالحج تضمر في قلبك أنت متمتع وتسافر من المدينة إلى مكة فتأتي بالعمرة ثم تتحلل بعد قضاء العمرة ويوم تمني من ذي الحج يوم التروية وأنت في الفندق في مكة تغتسل وتلبس الإحرام وتنطلق إلى منا لأداء مناسك الحج عظيم لا يا شيخ أنا رحلتي مختلفة أنا رحلتي إن شاء الله القاهرة جدة مكة أقول لك إذا كانت رحلتك القاهرة جدة مكة إبقى وأنت في بيتك في القاهرة أو في أي مكان في مصر وأنت في بيتك تغتسل تأتي بسنن الفطرة تطيب البدن جداً تنزع المخيط تلبس الإحرام الإزار والرداء وإحرام المرأة العباءة الحجاب السابغ الطويل الثقيل الجميل ويحبذا لو كان أسود ويجوز في غير السواد ولا يشترط أن يكون في اللون الأبيض كما تفهم بعض الطيبات من النساء طيب وأنا في بيتك في مصر أغتسل أأتي سنن الفطرة ألبس الإحرام ممكن أصل ركعتين سنة وضوء لا بأس وبعد ساعتك تنطلق تركب الطائرة وأنت في الطائرة قائد الطائرة سيقول بعد عشر دقائق سنحازي الميقات بعد عشر دقائق أو بعد خمس دقائق بل ويجوز بعد قبل العشر دقائق أن تقول وأنت في الجو فوق وقد حاذيت الميقات أو اقتربت علي وإنت فوق في السماء تقول لبيك اللهم عمره وتنوي أن تأتي بالحج بعدها في أيام الحج لبيك اللهم عمره اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بصوت مرتفع والمرأة تلبي بصوت تسمع جارتها عن يمينها عن يسارها من أمامها من خلفها ولا يرفع الصوت بالتلبية إلا الرجال طيب إحنا خلاص دخلنا في الإحرام وريحين على مكة سواء من مصر جدة مكة أو من مصر المدينة مكة كما بينتو أول مساعدتك تلبس الإحرام وتصل عند الميقات أو تحاذيه وتهل بالنسك خد ذلك في محظورات كثيرة في أشياء كانت حلال الآن أصبحت عليك حرام زي إيه جماع الزوجة أو أي كلام في هذا الباب حتى الكلام قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث يعني الجماع ومقدماته ولا جدال ولا فسوك ولا جدال في الحج خلاص ما في رفث اتنين من محظورات الإحرام أن تخطب أو تعقد لنفسك أو لغيرك لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يتجوز ولا يجوز لا يخطب لنفسه ولا لغيره لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره من محظورات الإحرام ثلاثة صيد البر ممنوع صيد البر ممنوع وإذا استطت صيدا من البر ولو بإشارتك صيدوا هذا الأرنب الله غزالة هناك هاتوها حتى لو أنت ما استطتش بس أشرت فجزاء عليك عقوبة أن تذبح ما يشبهها من الأنعام توزع على فقراء مكة استطت غزالة يبساعتك هاتبقى جدي في مكة تباحه ووزعه الغلابة استطت ضبع يبقى عليك كبش استطت حمامة يبقى فيها كبش قضى الصحابة في الحمامة بكبش في الأرنب بكبش في النعامة بجمل اوعى تستط صيد البر طب يا شيخ فيه أشياء النبي أمر بقتلها في الحل والحرم الفواسق الخمسة الحداية الفأر الكلب العقور العقرب الثعبان هذه اقتلها وأنت محرم أو حلال ولا شيء عليك وكل ما يشبهها مما يؤذي الناس سواء تعرض لك أنت بالأذى أو لم يتعرض لأنه ينسل ويمشي بين الناس فإن لم يؤذيك أنت آذى غيرك المؤذي يقتل ولا شيء عليك طيب أربعة من محظورات الإحرام لبس المخيط للرجال دون النساء خمسة من محظورات الإحرام غطاء الرأس للرجال دون النساء ستة من محظورات الإحرام أخذ شيء من الشعر عمداً على الرجال والنساء سبعة من محظورات الإحرام تقليم الأظافر للرجال أو النساء تمانية من محظورات الإحرام وضع الطيب سواء للرجال أو النساء وغيرها إبقى ندرس محظورات الإحرام ونجتنبها الحمد لله إحنا عملين نلبي نزلنا من الطائرة إلى مطار جدة رايحين إلى مكة أو إحنا عدنا من أبيار علي وطلعين بالأوتوبيس على مكة نعمل إيه بعدما أهللنا بالنسك نلبي 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 نستغفر نحمد نكبر ندعو نحوقل نهلل يعني نكون لا إله إلا الله نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر فإذا تعبنا ننام مش معقول يا حجة تبقى طالت بإصاعدتك مش معقول يا أمة تبقى أنت طلع من المدينة ورح مكة عشان تحجي وفي الطريق من مكة للمدينة أو من المدينة إلى مكة شغل غيبة عملت أطعف حماتك وتدع عليها بعقول عملت التريقة على دي وتبص على دي ومش عجبك دي غيبة ونميمة وانت محرمة يا بركة يا عم الحج انت محرم الريحة ربنا حرمها عليك وانت محرم وتشرف سجاير وكل شوية ولا يا عم الحج ولا يا حج عشان التلبية تحلى يا عم الحج يا عم الحج حرم عليك معقول وانت محرم وعينك زي عين القط عملت افرز في الحجات تقلب في دي وفي دي انت راح تحج وظلاح مارينة يا عم الحج يا عم الحج اتق الله ده ربنا حرم عليك الحلال انك تكلم مرتك كلمتين حلوين كده في هذا الباب تم تعاكس دي او تبص دي او تحملك في دي اتق الله اشغل نفسك بذكر الله تذكر ذنوبك تذكر السيئات عليك بالدعاء بالاستغفار بالتلبية اذا صعدت مرتفع مرتفعا كبر اذا نزلت واديا سبح طيب في الطريق الاوتوبيس رايح شوية هنصلي بقى ما حضر من الصلاة قصر ويجوز القصر والجمع جمع تقديم للظهر والعصر او جمع تأخير للمغرب والعشاء الحمد لله دخلنا مكة الله دخلنا مكة البلد الحرام البلد الامين البلد المقدس الله اكبر هنطلع الفندق نعرف الغرف فين نحط الشنط طيب لو انا تعبان شوية ممكن انم لي ساعتين ثلاثة نم لا بأس عليك احلام سعيدة يا بركة طيب انا عرقان وممكن اخد دوش ممكن ويا ريت تتجنب الصبون ابو ريحة خروجا من الخلاف طيب انا جهان قوي لازم كده سخن سخن اطلع من الفندق على العمرة على طول مين قال كده كل واشبع واشرب الشاي والقهوة واحبس بالشاي والقهوة وخد لك دوش واتبسط وبعدين اطلع بقى على الحرم انا عايزك تأدي العمرة بمزاج عايزك تأدي العمرة وانت جسمك مستريح عشان تعرف تؤدي العمرة العمرة ليست هم ثقيل على القلوب عايزين نرميه عشان نتحلل ونستريح مين قال كده طيب الحمد لله استريحنا وكلنا وخدنا دوش كمان وطلعين بقى على الحرم عشان نؤدي العمرة نعمل ايه وإحنا ماشيين لبي يا عم الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شغلين تلبية دخلنا المسجد الحرام بالرجل اليمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ودخلته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أول معنيك تشوف الكعبة هتعمل حكتين واحد هتبطل تلبية لا في رجال هيلبوا بقى ولا لساء اتنين الرجال فقط سيكشفون الكتف الأيمن تلقي بطرف الرداء على الكتف الأيسر وتكشف الذراع الأيمن والكتف الأيمن دا للرجال بس اسمه الاضباع متى يضبع الحاج عندما يرى الكعبة عندما يأتي لأداء العمرة إنما طالع من القاهرة مبين للعضلات يعني أنت جاهل مش عارف حاجة الاضباع كشف الكتف الأيمن للرجل ما يكونش إلا لما تخش المسجد الحرام وإنت جاي تعتمر وتشوف الكعبة تكف عن التلبية وتضبع وبعدين بأنت هتبدأ الطواف خد بالك ضروري جدا إنك تبدأ الطواف وأنت على وضوء الأئمة الأربعة يقولون بوجوب الوضوء لمن أراد الطواف بالبيت والأمر فيه خلاف لكن لا خلاف نبدأ الطواف ونحن على وضوء الطواف بالكعبة يا رجال سبع أشواط الشوت يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود توصل عند الحجر الأسود كده يا سلام عليك لو استلمت بأديك وقبلت أديك يبقى أمك دعيالك يا سلام لو وصلت الحد الحجر الأسود وقبلته وسجدت عليه سيدنا عمر عمل كده وقال النبي عمل كده يبقى أنت أمك دعيالك أوي وامرتك رضي عليك بس في شرط من غير مزاحمة تضر اوعى تستعفى نفسك اوعى تقول وسع يا جدع أنا عبد المتعال بطل الأبطال أنا بتاع الفلنكات أنا عندي بلح في دراعاتي حرام عليك حرام تقبيل الحجر سنة وإذاء المسلمين حرام والنبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بقى أنا عشان أعمل سنة أضر مسلم أعمل حاجة حرام لا يا عم لو أنت ضعيف مسكين أو اللي هتعمل زحام يأذي الناس ما تزحمش شاور من بعيد بسم الله الله أكبر والمرأة لا تزحم على الحجر أصلا أمون عائشة كانت تطوف على أطراف المطاف وهي لو أشارت بيدها لأفسح لها الجميع بتعلم النساء لكن كم من امرأة تعلمت من عائشة أمر مخزي تجد أخت منتقبة وزوجها لحي يعد كده وخدف وسط الرجال حشرها حشر عشان تقبل الحجر قمة الجهل قمة الجهل طيب يبقى سبع عشوات هنطوف بالكعبة الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر أقف بحزاء الحجر بسم الله الله أكبر لو استلمت أقبل إيدي استلمت بعصايا ولا بشيء أقبلها استقبلت أنا خير وبركة شاورت من بعيد لا أقبل يدي بسم الله الله أكبر وأنا على وضوئي والكعبة على يساري وأبدأ الطواف إذا وصلت إلى الركن اليماني قبل الركن اليماني اللي في الحجر بين الركنين أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا وصلت الركن اليماني اللي هو قبل الركن اللي في الحجر الأسود من السنة أن تستلمه بيدك من غير تقبيل فإن عجزت عن استلامه فلا تشر عليه وبين الركنين اليمانيين اللي هم على قواعد إبراهيم أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طب أقول إيه بقى وأنا بطوف إيه دعاء الشوت الأول دعاء الشوت الثالث دعاء الشوت الثالث في كتب كده كل هذه خزعبلات لم يرد منها شيء في الطواف عن النبي أعمل إيه طيب وأنا بطوف سبح حمد كبر حوقل حسب هلل ثم استغفر ثم الدعاء 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 هذه أيام الدعاء هذه أماكن الدعاء أنت في بيت الله الحرام في البيت المقدس أماكن مباركة الدعاء فيها مجاب ولا تدعو بإثم ولا تدعو بقطيعة رحم الدعاء 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 سبع عشوات الشوت يبدأ من عند الحجر ينتهي عند الحجر طيب افرض أنا نسيت أنا في الشوت الثالث ولا في الرابع ابني على الأقل يبقى في الثالث طيب افرض وانا بطوف أقيمة الصلاة كفي مكانك غطي اكتفك لتنين وبعدين صلي وبعد الصلاة كمل من مكانك طيب افرض وضوء اطنقض وانا أطوف وفي زحم رهيب أعمل ايه أتم الطواف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قال شيخنا مصطفى العدوي وكما قال جم غفير من أهل العلم لأن الحديث الطواف صلاة فلا تتكلموا فيه إلا بخير يعني أحسن ما يقال فيه أنه موقوف أنه موقوف وقد حج الصحابة مع النبي وكانوا بعشرات الآلاف ولم يأتي دليل يقول عليكم أن تبدأوا بالوضوء هكذا بالإلزام أو من انتقد وضوءه وويتوف فيجب عليه أن يعيد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ابدأ على وضوء إن انتقد وضوءك واستطعت أن تتوضأ وتأتي فالحمد لله يقول لأزي حام رهيب خلاص يا عم أتم ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى سبع أشواط نطوف بالبيت هذا هو الطواف طيب ينفع وانا بطوف أشرب أممك أأكل واحد داني بلا حاية لا بأس لقيت واحد عمل حاجة غلط أعلمه ما في مانع الطواف صلاة في الذكر والدعاء لكن ليس كالصلاة في كل وجه نعم خلصنا السبع أشواط والحمد لله أيوة نعمل بقى صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص يلازم خلف المقام كده خط مستقيم لا مش لازم باتجاه المقام طيب في زحمة رهيبة في أي مكان في الحرم إن شاء الله على السطح بنية أن دول ركعتين خلف المقام وهما سنة تقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص نسيت أقول لكم أن من سنن الطواف الاضباع للرجال قلناها في السبع أشواط ومن سنن الطواف الرمل في الثلاث أشواط الأولى للرجال دون النساء ما هو الرمل؟ الرمل هو أن تمشي بخطوات متقاربة متسارعة مع هز الزراعين والكتفين بشرط أن لا تؤذي أحد قل لما لو عملت كده هوقع له قدامي خلاص امشي صلنصيه امشي بالراحة في مجال في الثلاث أشواط الأولى عليك بالرمل خلصنا الطواف الحمد لله وعرفنا سننه بيبدأ منين بينتهي فين يستحب له صلنا ركعتين خلف مقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف عليه لبناء الكعبة وهو حجر حجر غاصت فيه قدم الخليل عليه السلام وجعله الله آية في الحرم قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم وبعدين وبعدين اطلع على زمزم بقى زمان كان بقر زمزم تحت كده في صحن الكعبة في سلالة من تحت رأيته وشربته منه أياما وقتا أن كان هكذا الآن لا مفيش سده ده عشان يوسعه الطواف عندك بس حنفيات وراء عندك زمزميات كبيرة املى الكاس البلاستيك ده من ميت زمزم واشرب وصب على دماغك دي السنة اشرب وصب وتضلع ارتوي كده ارتوي وادعو فإن زمزم لما شرب له شفاء سكم والدعاء عنده مستجاب وطعام طعم طعام طعم وشفاء سكم ادعو ادعو الدعاء مستجاب وبعد الشراب من زمزم اطلع بقى عشان تسعى وتكمل العمرة ابدأ السعي بين الصفة والمروة بايه؟ بالصفة تروح كده تقول ابدأ بما بدأ الله به وتقرأ لو كنت حافظ ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم تطلع على الصفة تنظر باتجاه الكعبة وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده وتدعو دعاء طويلا وتكررها ثلاث مرات طب هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفة والمروة يا مولانا لا لا يشترط لا يشترط ابدا تسعة بقى انزل من الصفة امشي امشي ماشي عادي اسبح احمد اكبر ادعو الله عز وجل فاذا وصلت الى الميل الاخضر الاول في نور اخضر في علامة خضر كده في الجدار هرول بين الميلين وروي عن ابن مسعود انه كان يقول وهو يهرول بين الميلين رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم لا بأس قلها فاذا وصلت الى العلامة الخضراء الثانية كف عن الهرولة وكملها ماشي بقى الدعاء 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 والهرولة للرجال كل معا مراته يمشي بمشياتها مش يهرول ويتطوه منه اللي معا راجل عاجوز او اطفال ما يهرولش بقى هيضيعه منه خلاص هنمشي وصلنا لحد المروى انظر باتجاه الكعبة وفعل ما فعلت على الصفة من الذكر والدعاء ثم انزل واسعى الى الصفة هتمشي المشي العادية من المروى الى الصفة اذا وصلت الى العلامة الخضراء الاولى هرول بينها وبين العلامة الخضراء الثانية وادعو وادعو ثم امشي واصعد على المروى وفعل ما فعلت اولا السعي سبعة اشواط لا يشترط فيه الوضوء لكن يستحب لانك هتذكر ربنا الشوط يبدأ 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 السعي يبدأ من الصفة وينتهي حتما عند المروى طب واحد جاهل بدأ السعي من المروى وما بدأش من الصفة يعمل يسقط شوطا من الاشواط وبدأ مروى وصل صفة ده تهدده وبعد الرجع صفة مروى ده تحسب لا في شوط ضاع فيجيب شوط كمان طب واحد اطلخبط انا في الخامس ولا السادس معاني ده صعب في السعي يبقى في الخامس يبني على الاقل وقيمة الصلاة قف في مكانك وصلي واستأنف بعد الصلاة تعبت وقعد ريح شوية وكمل بعد كده لا بأس ولا مانع الحج عبادة في قمة اليسر طيب وصلنا دلوقتي عند المروى اخر شوط دعونا دعاء طويلا وبعدين وبعدين فضلتكاية صغيرة يا عم الحج عشان تبقى العمر كملت اللي هي ايه دي حلق بقى او تقصر طيب دا انا هعمل عمرة وكمان خمسة ايام هبدأ مناسج الحج يبقى الاولى هنا للمتمتع بعد العمرة يقصر ولا يحلق بالموس لا الاولى يقصر عشان يسيب شعري يحلق بالموس يوم النحر يوم عشرة زي الحجة يبقى تأثر شعرك يا عم الحج طيب وزكت اللي معايا لما تروح الفندق تجمع شعرها وتأخذ منه قدرة انملة مش تروح قالع كده الحجاب قدام الناس ويالله يا بيت تخذيلي حتة من شعري حتة من شعرك شعرك عورة يا امو ابراهيم ما ينفعش الرجال يشوفوه لما تروح البيت انت عملي كده لنفسك او زوجك او الحج اللي جنبك بهذه الطريقة خلاص كملنا العمر الحمد لله نعمل ايه بقى نتحلل ناخد دش كده حلو وبعدين نقلع الاحرام عشان يتغسل ويبقى نضيف كده وبعدين نلبس الهدوم العادية خالص وترفع عنا كل محظورات الاحرام يعني نحط ريحة بقى واتبسط وعيش حياتك ولو معك زوجتك ينفع تجمعها زي واحد من اهل مكة خلاص استمتع بالحرم بقى الصلب مئة الف يا بختك الصلب بمئة الف الله اكبر صلاة الجنازة بمئة الف صلاة جنازة ما شاء الله اشتهت بقى يوم تمنيز الحجة يوم التروية هنعمل ايه في الفندق هنغتسل تاني ولو محتاجين نأتي بالسنن الفطرة نأتيها وبعدين نلبس احرام نبقى احنا كرجال ننزع المخيط طبعا يجوز للرجل ان يلبس ساعة استكها جلد متخيط شب شب جلد متخيط لابس حزام جلد متخيط لا اشكال انها يعني المخيط كما قلت هنا في هذا البرنامج ان يبقى فيه ثوب مفصل على قدر الاعضاء بس طيب يوم تمانية ذي الحجة يوم التروية هنختسل في الفندق الحمد لله ولو عايزين سنن الفطرة نعملها محتاجين لها يعني نأتيها وبعدين نلبس احرامنا وبعدين وإحنا في الفندق نقول لبيك اللهم حجة وننطلق ضحى يوم تمانية ذي الحجة اللي هو يوم التروية ساعة تمانية الصبح تسعة الصبح كده ننطلق الى ميناء نعود في ميناء لحد ما نصلي الفجر يعني نصلي الظهر قصر من غير جمع في ميناء يوم تمانية والعصر قصر من غير جمع والمغرب ما فيش في قصر كل في وقته والعشاء في وقتها قصر من غير جمع ونبيت في ميناء ونصلي الفجر وساعة تمانية تسعة كده الصبح ننطلق من ميناء الى عرفة يقول لي يا عام الشيخ الكلام ده ده انا لما حجيت الشركة خدتني يوم تمانية يوم تمانية على عرفة عدل كده حج باطل لا لان المبيت يوم تمانية في ميناء سنة فاعلها يثاب وهو احسن حالا واجرا ولا شك وتاركها حجه صحيح فانت دلوقتي احنا يوم تسعة دلوقتي ساعة تسعة الصبح تمانية الصبح طالعين على عرفة وصلنا الى عرفة الحمد لله رب العالمين ننزل في الخيام وبعدين وبعدين بقى نقعد على ذكر الله ده يوم عرفة ده اكتر يوم ربنا بيعتك في الناس من النار افضل الذكر في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم عرفة يوم يباهي فيه ربنا بالحجاج الملائكة يوم يخزي ربنا فيه الشيطان يمعظم جدا يبقى استغفار دعاء بكاء دموع مش ناس أعدى في يوم عرفة تلعب كتشين والسلم والتعبان والله نرى هذه المناظر بيكركر الجوزة يوم عرفة بيتخنئ على الأكل يوم عرفة ياخواننا ده كلام ده كلام يا حجاج سبحان الله العظيم يبقى دا يوم عرفة دخل وقت الظهر هنصلي الظهر هنأذن أذان ونصلي الظهر ونصلي الظهر ركعتين وبعدين نقيم الصلاة للعصر ونصلي ركعتين بأذان واحد وإقامتين يبقى دا جمع وقصر جمع تقديم وبعدين نسمع خطبت بقى عرفة هتروح مسجد نمرة يريت مش عارف ممكن واحد يخطب في الخيام لا بأس ولا مانع طب يخطب الأول قبل الصلاة أو يخطب بعد الصلاة يا هلأمر فيه ساعة صلي ثم اخطب ما في مانع ما في مانع إن شاء الله وبعدين بعد ما الشيخ خطب كده وذكرنا بعظمة هذا اليوم وذكرنا برحمة الله وبتوبة الله على التائبين وحرك القلوب المطلوب الدعاء 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 والذكر وقراءة القرآن والاستغفار وفي الدعاء ادعو لنفسك ولعامة المسلمين للأحياء والأموات ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم وبعدين عند المغرب الساعة الأخيرة اللي هي قبل المغرب وإن شاء الله يمعرف السنادي إن شاء الله يبقى يوم جمعة ما شاء الله يبقى يوم عرفة ويوم جمعة في ساعة إجابة وانت على عرفة ومحرم الله الله اللهم أكرمنا بالحج في هذا العام قبل المغرب بساعة كده الكل يقف فأه ويدعو 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 ويتوسل إلى ربه وينكسر لمولاه ويذل نفسه لمولاه وبعد أذان المغرب سنفيض من عرفة إلى مزدلفة بعد أذان المغرب سنفيض من عرفة إلى مزدلفة طيب وإحنا ماشيين أذن للعشاء مش هنصلي لما نوصل مزدلفة أول ما نوصل نتوضى نأذن للمغرب نصلي المغرب ثلاث ركعات وبعدين نقيم الصلاة للعشاء ركعتين وبعدين نجمع سبع حصيات أو كل الحصى وبعدين ننام المبيت في مزدلفة واجب النبي عمل إيه؟ بيت في مزدلفة للفجر لكن اختلف أهل العلم في القدر الذي يتحقق به المبيت في مزدلفة و يعني رأي المالكية ورأي الشافعية والأحناف كذلك إنك لو قضيت أكثر الليل في مزدلفة فقد أديت الواجب يعني نمكث في مزدلفة إلى ما بعد الساعة الواحدة مثلا ماشي عدت للصبح هذا أفضل وتصلي الفجر وتروع عند المشعر الحرام وتدعو النبي عمل كده طبعا أنا مرتبط بشركة وهيمشي بالأوتوبيس وهضيع ومش هعرف وقالوا هنمشيك واحدة بالليل اتنين بالليل ده شيء جميل لا تكدر صفوك وصلنا الحمد لله إلى مزدلفة أعدنا الوحدة اتنين بالليل أو الشركة ربنا هدى وأعدت للصبح وبعدين ننطلق من مزدلفة إلى ميناء كده احنا يوم عشر زي الحجة مطلوب منك يوم عشر زي الحجة إن استطعت إنك تعمل خمس حاجات واحد ترمي جمرة العقبة القبرى بسبب حصيات وحدة وحدة مع كل جمرة تقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وبعدين تتبح وهو المتمتع عليه هادي واجب أنا دافع الصق إبقى إنك دبحت وإنت جاي من ميناء من الرمي الجمرات ورايح إلى الخيام هتعدي على الحلقين احلق وأول ما تروح الخيام خد لك دش حلو كده وإلع الإحرام بقى اقضي تفثك الوسخ ده بقى والعرق اخلع ده بقى كله واستحمى كده واتبسط وبصبون بريحة وعيش حياتك ما فيش مشكلة دلوقتي بقى وبعدين يلبس الجلبية الجميلة دي طب والمرأة المرأة تاخد حتة من شعرها صغيرة قد أنملة الأصابع كما قلنا وتغتسل ده اسمه التحلل الأول ده اسمه التحلل الأصغر لو عرفت كمان تنزل مكة والطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج يبدأ اسمه التحلل الأكبر يعني ايه؟ يعني لو زوجتك معك حتى وحصل جماع لا شيء عليك إنما لو جمعت زوجتك قبل التحلل الأول فسد الحج ولو جمعت زوجتك بعد التحلل الأول فعليك دم واجب زي ما فصلت في الدرس الماضي يبدأ التحلل الأول خمس حاجات تعملهم طب مش قادر يا عم الشيخ أنا رحت ميناء رميت جمرة العقبة الكبرى ودبحت دفع السك وحلقت واختسلت والبست التوب وقاعد مش هقدر أنزل مكة النهاردة خلاص تاني يوم اعمل توفل الإفادة وسعي الحج تالت يوم إن شاء الله وانت مروح عشرين زي الحجة حتى الأمر واسع الأمر واسع طيب أنا دلوقت عشر زي الحجة رميت الجمرة حلقت دبحت تحللت التحلل الأول هاعد في ميناء هاعمل ايه هتصلي كل صلاة رباعية في وقتها قصرا من غير جمع من غير جمع وبعدين تبيت في ميناء ليلة حداشر وليلة اتناشر وليلة تلاتاشر لو هتتأخر لو هتتعجل هتبيت ليلة حداشر وليلة اتناشر ويوم اتناشر هترمي الجمرات وتمشي جميل جميل طيب ما هو القدر الذي يتحقق به المبيت في ميناء نسعتك تقضي جزء من الليل الى الفجر انا بعمل بدخل ميناء بخرقش ان لما خلص ما اوجبه الشروع علي في ميناء طب الدنيا زحمة طب راجل مريض طب مش عارف ايه خلاص امكث وقتا طويلا من الليل الى الفجر في ميناء وروح الصبح روح الفندق استحمى واتبصد وتعللنا بعد المغرب او قبل المغرب لا اشكال طيب النهاردة احضاشر زي الحجة اول ايام التشريق هعمل ايه مطلوب منك حكتين ترمي الجمرات الثلاث جمرة جمرة العقب السورة ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبح حصيات الحصالة تزيد عن حبة الفول او حبة الحمص مع كل حصاته كبر ما تجيبش بقى دابش وترمي بشباشب كما يفعل الجهلة العاجز نرمي عنه الكبير نرمي عنه الطفل نرمي عنه بعد ان نرمي لانفسنا اولا رمية الجمرات الثلاث يوم حداشر وإيه تاني هبيت في مينة ويوم اتناشر هرمي الجمرات الثلاث وارجع الى مكة اذا كنت متعجلا لا انا متأخر يبقى هتبيت ليلة تلتاشر ويوم تلتاشر ترمي الجمرات الثلاث وترجع الى مكة طب رجعنا مكة ونحن متعجلون هنعمل ايه في مكة بقى ما انت لسالك طواف الحج طواف الإفاضة ولسالك سعي الحج عشان تبقى قضيت حجك تم حجك طب يا شيخانة تعبان ينفع اعمل طواف الإفاضة ده في اخر يوم لي في مكة وانا ماشي ينفع وكمان تجمعه مع طواف الوداع يبقى انت لو طفت طواف الإفاضة في اخر يوم لك في مكة هتطف طواف واحد بنيتين ده طواف الإفاضة وطواف الوداع وتسعى سعي الحج وتروح على بك بالسلامة طيب انا طفت طواف الإفاضة او وسعيت سعي الحج تم حجك الحج كامل طب انا مروح بقى بكرة بعد بكرة بعد جمعة من مكة يجب عليك طواف الوداع ويرخص للحائض فليس عليها طواف وداع واجب عارف يعني واجب يعني اذا ما تفتش طواف الوداع فعليك دم يوزع في فقراء مكة طب اخيرا الحج معايا يا بركة الحمد لله رب العالمين ادت بعض المناسك نزل من منه عشان تطف طواف الإفاضة وتسعة حاضط نعمل فيها ايدي بقى تاخد ده ويرفع الحيض ما فيش فايدة تنتظر حتى تطهر تطهر مين يا عم دمشة كمان يومين طب نعمل فيها ايدي قال ابن تيمية وانتصر لهذا ابن عثيمين وابن حزم وجم الغفير قال المرأة في هذه الحالة تغتسل وتستثفر تحتاج جيدا وتطوف طواف الإفاضة وتسعة ولا شيء عليها لان هذا الذي في وسعها وربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها كده خلصنا الحمد لله مناسك الحج باختصار شديد نظرا لضيق الوقت انت راجع بقى مصر امتى ان شاء الله راجع كمان اربعة ايام قل لي زوجتك انا راجع كمان اربعة ايام ولا تقول لي لا 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 ده انا هعملها لها مفاجأة اطب عليها ساعة واحدة بالليل وخبط كده على الباب تطلع لي بتفرق في عينيها وشعرها منكوش ولبسة جلبية كده 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 اتفهم قطع يعني عايزة ما عنت الشتا يا راجل خليك محترم النبي قال لا تترك النساء طروقا استأذن دمراتي يا راجل اسمع النبي قال لك ايه قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ما تبقاش راجل مغفل اما ولانا جاي لك بكرة جاي بعده هتروأ البيت تعمل لي الاكل اللي بحبه تلبس اللبس اللي بحبه تحط لك معطر جو في الشقة تحط لك لمسات مؤمنة تقابلك كده على الباب بابتسامة وتضحك في وشك كده ساعتك تساخصخ من الفرحة انما المغفل التاني طب زي الاضل مستعجل كما يقول عم العمل هلها مفاجأة وهل هذا ادب الاسلام وهل النبي محمد امر بذلك ثم اذا عدت الى بيتك لو انت ربنا كرمك وموسع عليك اذبح ذبيحة واكل الناس من باب شكر الله ما فيش يعني حاول تبر خاطر الناس بهدايا ولو بسيطة جبرا لخواطر الناس ده باختصار شديد جدا كلام عن مناسك الحج والعمرة اذا حججنا حج التمتع اسأل الله ان يرزقني والسامعين حج بيته الحرام وان لا يقطعنا ابدا عن الحرمين وان يغفر الذنوب وان يستر العيوب وان يجبر الخلل وان يجعل مصرنا خير البلاد وان يجعل اهلها خير العباد وان يحفظ دينه اللهم احفظ دينك اللهم احفظ اوليائك اللهم احفظ اوليائك برحمتك يا رحمن يا رحيم بحبكم في الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة